وإلى الشأن السياسي مشاهدين حيث يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسته الأولى من فصله التشريعي الجديد وأصدر زحمة ملفات ثقيلة أبرزها العملية المتعثرة لانتخاب رئيس أصيل له جدوى الأعمال جلست اليوم السابتة لم تشهده فقرة اختيار الرئيس الجديد مستخلافات سياسية كبيرة على المنصبة حيث منح الإطارة التنسيقية القوى السنية مهلة أخيرا لحسم أزمة المنصبة أبرى تقديم مرشح واحد للتصويت عليها وتمريره في الجلسات المقبلة وتنتظر البرلمان قوانين العفو العامة والأحوال المدنية ومكافحة العنف الأسري عادى عن ملفات استدعاء عددنا من الوزراء أبرزهم الكهرباء والصحة والدفاعة لأن مهمة اختيار رئيس جديد للبرلمان هو ما يتصدر الحدث الرئيسي تحت قبته ترجمة نانسي قنقر